افراد من وحدة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية جابت شوارع البصرة وتحدثت مع الناس في مسعى منها لتهديئتهم واعادة الاستقرار الى المدينة بعد موجة الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها وذلك نتجة ما يعانيه الشعب في المناطق الجنوبية من اهمال رغم الثروة النفطية منذ النظام السابق وما تلاه من حكومات متعاقبة على البلاد سعد الشمري احد ابناء البصرة وتنتج البصرة معظم صادرات النفط العراقية لكن سكانها اشطاطوا غضبا مع انعدام الكهرباء وشح المياه وقلة فرص العمل والمأوى وقال رجل اخر من البصرة يدعى كاظم صدام الوعود كلها كاذبة ما للحكومة وكانت البصرة توصف بانها بندقية الشرق الاوسط حيث كانت تقارن بمدينة البندقية الايطالية لوجود شبكة قنوات مائية بها وظلت مكانا يجذب السائحين من انحاء الشرق الاوسط حتى مطلع الثمانينيات قبل ان تتحول القنوات الى مياه راكدة تتكدس فوقها قمامة تفوح منها رائحة كرهة تزكم الانوف وتنتشر اقوام النفايات في الكثير من شوارع البصرة وتسببت المياه الراكدة ومياه الصرف الصحي في مشكلات صحية كما ان مياه الشرب تكون ملوثة احيانا بالطمي والاتربة وصلت التوتر الضوء على اداء رئيس الوزراء حيدر الابادي الذي يسعى لولاية جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثاني عشر من مايو ايار واشابتها مزاعم بالتزوير ادت الى يعادة فرز الاصوات وعبر المرجع الاعلى للشيعة في العراق اية الله علي السستاني عن تضامنه مع المحتجين قائلا انهم يواجهون نقصا حادا في الخدمات العامة مثل الكهرباء في حرارة الصيف الخانقة اشتركوا في القناة